أعلنت وزارة الأشغال وشيون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال تمديدات كابلات الكهرباء على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من سترة تستدعي غلغ مسار أو مسارين على مراحل في كل اتجاه وسوف يتم العمل في البوقع المذكور ليلا من الساعة الحادية عشر مسان إلى الساعة الخامسة صباحا بدءا من يوم السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري ولمدة أربعة ليالي لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع